الشكل اللي راح نرسمه هو شكل الثماني لو أفترض أنا عندي دائرة طبعا رسم الشكل الثماني بمعلومية نصف قطر دائرة أرسم المحاور وأرسم الدائرة بنصف القطر المطلوب من عندي أنا الآن فتحته لعلى التعين أرسم هذه الدائرة بنصف قطر لعلى التعين الآن أرسم مماسات عمودية شوف هذا طبعا أنت ترسمها باستخدام التي سي كوير والمثلث قائم الزاوية وإهنان أرسم مماسات أفقية بعدها أستخدم المثلث بزاوية 45 مع تي سي كوير وأرسم مماسات بزاوية 45 أنا قلت الشكل الثماني يقترن أو أرسمه باستخدام المثلث أبو 45 درجة فصار عندي هذا هو الشكل السداسي باستخدام مثلث 45 طريقة الثانية هذا الآن كان الشكل الثماني خارج الدائرة الآن رح أرسم شكل ثماني داخل دائرة اللي هي نفسها طريقة تقسيم الدائرة إلى ثمانية أقسام أيضا الآن أرسم دائرة بالحجم المطلوب من عندي أو بالنصف القطر المطلوب من عندي بعدها أرسم محاور باستخدام زاوية 45 فصارت عندي هذه النقاط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أوصل بياناتي بالمصدرة فأحصل على الشكل الثماني ترجمة نانسي قنقر